احنا هنقول شوية اجراءات مهمة عشان نقدر نتعامل بيها مع اللي احنا بنقوله ده لان فكرة فلسفة الستر اقول لكم بقت بعافي عندنا وانا عايز اقول لكم هل في ستر وفي اسرار ما بين المخطوبين ايوة لان الخطيب دوت لسه ما بقى الزوج ومش من حق ان هو يعرفها الاسراري لكن اللي هو واجب علي واللي لازم اعمله عليه ان انا كل حاجة ممكن تديم العشرة بيننا اتكلم فيها اتكلم على الخطوط الحمراء اللي بيننا واتكلم على اصول الزواج لكن ما اتكلمش عن ايه ما اتكلمش عن المعاصي لان احنا اتكلمنا عن المعاصي ايه اللي حاصل احنا بنقف اللباب على نفسنا وعشان كده لازم نكون فاهمين ده جدا 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 احنا متكلم اول حاجة واحنا بنتكلم فيها من الاجراءات اللي احنا عايزين نعملها نعمل ايه طبعا احنا عندنا شوية قواعد اللي لازم أول قاعدة بنكلم عنها إن احنا نفس المبينة للمعصية والعاصية احنا خلاص عملنا كده وحصل خطأ حتى لو في فترة خطوبة نعمل ايه دي معصية دي مش أنا دي معصية وأنا بكرهها الله سبحانه وتعالى كره إلينا الكفرة والفسوق والعسيان وفي إيه اللي حصل وحب إلينا الإيمان وزينا وفي قلوبنا وطلب مننا أن نسأله وأن نكون من الراشدين فلازم خلاص نبتدي بقى بقانون تاني يبقى خلاص عن نفس المبينة المعصية والعاصية تاني حاجة لازم نعمل قانون اسمه قانون الإزاح إن الحسنات يزهبنا السيئات يبقى نزق السيئات بالحسنات مش السيئات تلتهم الحسنات وبكده ممكن نقدر نوصل ببصة خالص صارص ليه إن احنا نقدر نعمل الإجراءات اللي أنا أقولها لكم دلوقتي أو الإجراء لا يجوز شرعا إن أي حد يحمل التاني إذا كنا إحنا وقعنا في الخطأ مع بعض مش ممكن واحد فينا يقول إن الملفات اللي حصلت دي بسبب واحد ده خطأ وخلاص ونتناسى ده ونتجاوزه الأمر التاني والمهم إن احنا عايزين حاجة مهمة جدا جدا بعد ما الملفات دي ما كانش سببها واحد بس إحنا كمان عايزين نعمل ذكريات حسنة مع بعض ونتجاوز ده نتجاوز ده بذكريات جديدة بتعمل لنا حالة جديدة وحياة جديدة مع بعض أنا ليه بأتكلم في الملف ده لأن الملف دوت واجع بيوت كتيرة فإحنا لازم نتجاوز نتجاوز هذه الملفات فأول حاجة محدش يحمل شريك حياته إن هو السبب وبس لا إحنا كنا السبب وإحنا اللي عن نكون الحل بأول قاعدة إحنا اتنين كنا السبب وإحنا اللي اتنين عن نحل مع بعض الأمر التاني زي ما بناخد من قوله تعالى إن الحسنات ويذبن السيئات نعمل ذكريات جديدة مع بعض تالت حاجة لازم نغير بلنامج حياتنا بلنامج حياتنا يتغير كأننا بنتولد من جديد كأننا بنتجاوز من جديد يعني إيه بلنامج حياتنا بلنامج حياتنا إذا كنا ما منقربش من بعض أنا بشوف ستات في بعض الأحيين اللي إحساسها إن الخطأ ده وتلوسها فتخاف تلمس ابنها وتخاف تقرب بنا وشايفة إن حياتها خلاص بازت وتلوست لا الخطأ ده خلاص في فاصل بيننا وبينه وإحنا أنكرناه وتبنا منه وتجوازنا هذا الخطأ وبعد كده نعمل إيه نعمل ذكريات حسنة مع بعض بعد كده نعمل إيه نبتدي نفكر في حياتنا بشكل جديد نعمل بلنامج جديد لحياتنا يعني إيه بنعمل بلنامج جديد لازم طولة البرنامج ده نكون مهتمين ببعض كل واحد فينا بيقول للتاني المحاسن اللي فيه كل واحد فينا بيساعد الشخص إنه يخرج أحسن ما فيه الحاجة الرابعة اللي احنا لازم نعملها ببساطة إن احنا دايماً يكون عندنا مجالس للتوبة ويكون عندنا كمان حالة من حالات حمد ربنا على نعمة الزواج ونعرف إن الزواج بيعمل إيه؟ الزواج بيمحو ما سبق كما أن الحسنات تمحو السيئات الزواج ده مسجد كبير ممكن نعبد ربنا فيه وإن ربنا سبحانه وتعالى إذا جعلنا قد دخلنا إلى هذا الزواج فدخلنا إلى هذا المسجد الذي يمكن أن نعبد الله سبحانه وتعالى فيه فيمحى كل ما كان مننا من ملفات قديمة ملفات القديمة دي على فكرة ملفات تيئة علينا بس ملفات لا تسوي شيء في رحمة ربنا لا تسوي شيء في قوله وَجَعْلَ بِيْنَكُمْ مَوْدَّةً وَرَحْمَةً الملفات دي كلها لا تسوي شيء ممكن يتجلى عليها الله سبحانه وتعالى بقوله إِيَّ شَأْ يُذْلِبْكُمْ وَيَأْتِ بِخَلْقٍ جَدِدْ وَمَذَلِكَ عَلَى اللَّهِ بِعْزِيزِهِ ملفات دي كلها تيل علينا بس تزوب في نظرة رحمة من الله واللطف يبقى رابع حاجة لازم نحمد ربنا ونشكر ربنا إنه خلينا اتجوزنا وفتح لنا باب جديد للطاعة تخيل واللقمة ترفع إلى في زوجتك صدقة اللقمة اللي أنت هتأكلها زوجتك صدقة فإذاً هي باب من أبواب فتح باب رضا الله وإنت كمان إن المرأة إذا بات زوجها وهو عنها راض باتت مغفوراً له يبقى إلا حاصل أبواب السعادة كلها موجودة في الزواب خلينا نحسن لبعض ونعاشر بعض بالمعروف وكل الملفات دي هتطير في نظرة رحمة وودة من الله سبحانه وتعالى آخر حاجة أنا بنصحكم بها ممنوع بأي شكل من الأشكال إن حد يذكر تاني بالملفات دي الملفات دي خلاص انتهت انتهت لإن ربنا نظر إلينا بالرحمة وعقد بنا هذا العقد الذي قدس بنظر الله إليه ترجمة نانسي قنقر